موسيقى الثلاثاء المقبل إذن اليوم كما شفتوا في الانص الحصة اليوم سنهضروا على الأمطار الغزيرة التي سقطت أمس السبت إلى اليوم الأحد والفيضانات التي تسببت فيها لتقلت مساء أمس السبت إلى اليوم الأحد وتسببت في وفاة امرأة تبلغ من العمر 58 سنة انتشلتها مصالح الحماية المدنية في بلدية سحولة بالعاصمة فيما تتوصل عملية البحث عن ضحية أخرى له هو الزوج التحال المديرية العامة للحماية المدنية كانت حذرة المواطنين والمواطنات أمس خاصة سواق منهم وقالت لهم لازم تتحلوا بالحيطة والحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة تدخلات الحماية المدنية أمس على إطر التقلوبات الجوية كانت في الجزائر العاصمة في عجر بلدية من ولاية الجزائر بلدية في ولاية شلف بلديتين في ولاية غريزان وزوج بلديت في ولاية بومرداس وكانت الحماية المدنية أيضا نشرت بيان اليوم قالت بلدي خلال 24 ساعة الأخيرة دخلت وسجلت 43 عملية تدخل سيما على مستوى الجزائر العاصمة بومرداس الجزائر البوليدة تيزيوزوب جاية البويرس طيف قسنطينة ميلة بسا وهران غريزان شلف واتي سمسيل أيضا الحماية المدنية دائما قالت بلدي هذه العملية تمثلت في إنقاذ الأشخاص المحصورة والعالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه لازم نذكره تانية متابعية مرانا جسكتين باللي هذه الفايدانات مش غير الجزائر اللي سجلتها أيضا كانت تونس سجلت فايدانات إسبانيا وحتى جنوب إيطاليا هذا شيء ترحى التساؤل هل يعني هذه الفايدانات هي سبب تحال كوارث الطبيعية اللي يشهدها اللي يشهدها العالم ولا حاجة أخرى يعني كين خبراء حيكونوا معنا في حصة مرانا جسكتين هنطرحوا عليهم التساؤل بقاوا معنا نديروا نجوزوا فيديو على على الكوارث اللي دارتها الأمطار أمس أستبت ونعودوا نوليو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أخرى نربط الاتصال الآن بزاملتنا ليندا عبولي كانت عندها مغامرة أمس السبت هتحكيها لنا هالو هالو مسو خير كنزام مسو خير المشاهدين ومشاهدين راديو أم مساء النور ليندا عبول زاملتنا في راديو أم مغرب إمرجن ليندا عبول البرح كانت عندك مغامرة كنا شفنا الإصطوري تاعك كنا شفنا فيسبوك تقدري تحكينا ويصر عليك أمس بسبب الأمطار البرح كما قال الجزائريين اللي كانوا بالرح اللي غالعشوا مغامرة كما قلت كنزا أنا كنت ندوج هالحيا عمبنيان نونك دوائل الخمسة تلاشية كنا ديجا نتغسع بوشاوي بصوالي باش ندخل عمبنيان سوف كي يعني في البرمي من كالشتاء ديجا تغلق الطريق قاعدنا كتر من ساعة التم وينما بدأ يطلع ديجا بلوز ان بلوز وشفنا طنوبينات بدأوا شاك فوات جوز يعني بواتور كي تفوت يعني من هدا كالرام بوان تعكل باش تفوت لعمبنيان تحبس كيانو طنوبينات يتفاو دونك زل تغلق الطريق انكور بلوز هالما من دوني قلنا وعلى شمن دورو هالو هالو إذن سبحانعودو نحاولو نتصلو بزميلتنا ليندا عبولي قلت لكم كانت عندها مغامرة أمس وهي رايحة للبيت لعمبنيان عمبنيان كان خبير أو موقع خبير قال بللي في أربع ساعات يعني تهاطلت أمطار قسمة الطيح ربما أشهر عديدة يعني وكانت خبير دولي في الأرصاد الجوية واسمه جيل مطيكون قال للفايدانات التي شهدتها كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى جنوب إيطاليا مساء السبت كانت نتيجة منخفض جوي قادم من جزر البليار يعني يعني باش نفهمه يعني لاش هذه الفايدانات يعني وكان خبير خبير حيكون معنا من بعد حنحول نتصلو به حيزيد يفهمنا أكتر سبب هذه الفايدانات نظن أنه زميلتنا لندا عبو عودت الاتصال بناء رو لندا يعني كمواطنة تكون في حياة عيم بناء هي يعني الفايدان التي تصرف المقبرة عيم بناء وين الجثث معنا سموت يعني يخرجون من المقابر البارح كنا نشوف صور في مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما ما نشفناش فغيما خفنا تكون المعلومة مش صحيحة وين اليوم صباح يظه إن ديت خيس هنا لليفامي في عيم بناء حتى يعني العائلة ديدي ناس صباح بكريت نقلت للمقبرة باش تشوف يعني حال القبور تعل أهالي ديالهم وكاين عائلات يعني تقاس بزاف كشاف للقبور هكيك فرغين ما فيهش الموتى ديالهم ربي يكون في عنهم إن شاء الله وجهة المعنية بهذا الأمر تقدر تعرف شكو هاد الموتى ويتم دفنهم من جديد في مكان هم يعني كانت فك اللي قاس نكتر في واشترا البارح ولا تاني دكاين نصوحة نقدر نقولها بعد تجربة ديال مأم هنا كيشوف بدان من الأمر خاطر المنسوب بتاع المبدا يطلع الفوميو يخمم عنده عائلة ولا تشقريب المكان اللي كنت وجد فيه يروح عنده ولا يحط طنوبيل لأنه يعني ما ما تفيقيش بالخطورة كيف تكون جاية مه مه ما حلقة اللي عبو البارح في الطريق باش وصلتي وين كنت يا رايخ واش كنت وصلت عائلة 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 وإحنا في الجزائر العاصمة في طغوت من جهة العشور العشور وعيد الله سلوتو قاعدنا ويتاق ويتاق وإحنا صنوبيل باش برنان اللحقو مش نعم بنيان حقنا عندي عند أقارب في حيبوز الريعة يعني ربما حسب رأيك ليندعبو شنو هي الأسباب بتاع هاد الفايدانات اللي صرت اسكو انتي تخمي بلي هي نتيجة لتغير المناخ في العالم ولا يعني سوء التسيير ربما لا يعني تغير المناخ تسيير كي انحدث بزاك حسنا ما منح بها دراك بان دايما لدينا مشاكل يومية لتخلينا يعني يكون عندنا قراءات أخرى المشيسرة ولكن هي كي الأسباب المناخية ولكن أكيد أن هناك أسباب أخرى يعني عاملنا ضافة شوارع جزائرية فقنوات الصرف مهم جدا مشكلة يعود كل سنة مشكل كذلك بناء الطرقات يعني البناء تحت الطرقات يعني بناءها الشلان يتكلم على الحي ديالي في كل عام الجسر يربط بلدية طوارين بلدية أمينيان يتهدم في كل عام في كل مرة تكون يعني الأمطار هكذا بغزارة يعني مشكل تسيير وصيانة المشكل النظافة يطرح يعني ما نقدر وش نغطي وشنط بالغربال يعني وفي كل مرة نسمع العمي في هاد الوقت كان يعني تم فتح تحقيق بعد الفيادانات يوم لابل نش نراهم متائج تحقيق هداك فايادان جديد ضحايا جدد بخسائر مادية جديدة يعني مدى بلا الأمور تسجمون لو كان لو كان يعني هذي القنوات تم تنظيفها منقبل لو كانت جسور هذي اللي تربط بين البلدية وبين الأحياء يعني كانت بلقصة صحيحة وبالمقاييس اللي لازم تكون منضج أن الخسائر تكون بهذا الحجم حتى تكون ولكن صغيرة ربما نعم شكرا جزيلا ليندا عبو زميلة الصحفية والحمد الله على سلامتك الله يتلمك شكرا لك الله إذن كما كنا نسمع الزميلة ليندا عبو يعني باش تروح من نقطة ألف إلى نقطة بالبارح العين بنيان استغرق ذلك تم سويا وما لحقدش فينا الملعين بنيان وراحت عند أقارب نقول لها الحمد لله على سلامتكم أنتم متانيت متابعي مرانج ساكتين تصلوا بنا على 077 77 66 98 وحكونا ربما كيف جوزت يعني نهار أمس وين كانت الأمطار غزيرة والفايضانات فاصل موسيقي صغير ونقول لكم إذن كانت هذي سعاد مصي السحمة خاف من الربيع وستقمنا طريق إن شاء الله هتتسقم طريق عنا اتصال من الخبير في المناخ والأرصات الجوية السيد بوزيد سعدي أهلا بك سي بوزيد سعدي بونجوغ هالو هالو مساء الخير بوزيد سعدي الخير سابع لا بس الحمد لله ونت يا كيف لا بس حمد لله أتوقع جوزي أغمانطي الوليم داكور بس إذن بوزيد سعدي خبير في المناخ والأرصات الجوية حي فهمنا ربما كخبير سبب سقوط أو تهاطل هذه الكمية المعتبرة من الأمطار اللي تسببت أمس قلني ما قلنا في فيضانات بوزيد سعدي رك معنا أهلا إذن نظن فريق تقني يقول لي إذن قطع الاتصال إذن إذن إن قطع الاتصال للأسف هنعود نتصل بالخبير بوزيد سعدي يعني ونعود نذكره باللي الحماية المدنية كانت قامت أمس بإنقاذ 18 شخص كانوا علقين ومحصورين داخل سيارتهم وكذا القيم بعدة عمليات امتصاص المياه المتسربة للمنازل والسكانات والمؤسسات العمومية عبر ولايات وهرانش لفغليزان البوليدا البوليدا بومرداز تيسم سيل البويرات زيوز وقسنطينا صيف وولاية بسا الفريق تقني حي وريلكم مقاطع من الفيديو على الفايدانات اللي صرت أمس بسببتها طول المياه ألفين واحد يعني كنا شفنا تانيت كما قالت زميلة ليندا عبو يعني ليندا عبو قالت بلي يعني كان انهيار تاعة مقبرة في عمبنيان يعني في صورة يعني محزنة جدا يعني نتمنى من العائلات أنهم يعودوا يلقاوا للكو ويعودوا يدفنهم إذن روالتحق بنا مجددا سي بوزيد سعدي الخبير في المناخ والأرصاد الجوية مرحبا بك ركت سمع فينا سي بوزيد سعدي سمع فيكم مرحبا بكم سلام عليكم سلام سي بوزيد سعدي انت خبير في المناخ والأرصاد الجوية كنا شفنا أمس السبت إلى اليوم الأحد طاحت بزيف شتاء سي بوزيد يعني كين خباراء قالوا بلي هاد شتاء عربع سوايا قص يعني أشهر تاع الأمطار يعني وشتقون نعم كميات الأمطار تسقطت تفوت بالك المعدل الشهري بعض المناطق طريق كمعين البنيان جلو وقيل لما أغلس 217 مليمتر في ظرف بالك 3 أو 4 ساعة دونك تدير تدير يدخل في بالك في في اليروكور كما بالك تعباب الوضو 2001 يتدير سي كمفار تقدر تقرن هذه الكنية تدير للا الوضعية الجوية 2001 وهذه تعال البارح نهار السبت وإلى دونك يعني وشنو وشنو هو السبب التساقط الكبير تعال الأمطار هي منخفص جوي بطمام أوروبا الأسبانيا تدخل تدير الإفريقية الشمالية لشمال الجزائر وكما تشعر بالك بالك بالبحر سخون شمية مع تدير درجة الحالة المرتفعة أو تكسيترا تدير تدير درجة حالة البحر المتوس مرتفعة جدا تفوق المعدل الشاري وهذا مع المنخفص الجوي لجبه بارد في الصباقات العليا كان فيه وقوع اضطراب جوي كان نشيط محليا متدع المناطق كما العاصمة وضوح العاصمة كما بوماردس العاصمة بلدات بلدات تفضر الغير الزان اكستترا سخون يعني السحب كما يقول كميلون انبوس تدير تنتب دونيواج وهذا نوع من هذا هو المليح يعني تحت بزف امطار وفي ضف قصير هذا هو تدير في ضف قصير وفي مطاق محدود متيق على الشمال متيق متيق نفس الكمية لتحت فرط مناطق بعض القطرة ومناطق 620 مليمتر واش نقول كيف تدير نور حاجة عادية ولا ماتش عادية نقول حاجة عادية بس المناخ مناخ المتوسط مناخ متذبذيب معنوذ بالجفاف في بعض الاحيان ومعنوذ بحالات عدم استقرار في الاحيان اخر يكتد نفوت وفترة الجفاف حاليا وفي بعض الاحيان تسقط امطار فوق المعدل يعني هاد داهرة عندها اقرار مع تغير المناخ تقدر تكون متأكد تقدر الكليمة يعني المناخ يصف عام باش يكون واحد يكون متأكد بالتغير المناخ يجب 30 سنة تقدر تقدر المناخ تقدر المناخ يحسب كمية الامطار وتجاه الرياح ودرجة الحالة تقدر معدل 30 سنة 30 سنة تقدر تتعاود المناخ بين بكو فلوس حنا للمناخ تاثير تغير المناخ يجب الجفاف اكثر من الامطار الغزيرة تقدر الامطار يحي تنقص في المعدل السنوي ما تحش بالزاف وشن هو بعض احيان يكون هكذا فينومين فيولون حالة خصار كمال برح تحطر بالزاف ودير مشاكل فياضانات لكن لا تتعاود كل الان هذا احيان 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 نفهم مكلمك باللي ما رايش حتتكرر ربما في الايام المقبلة ستقدر تكرر في هذه اوكتوبر الموض اوكتوبر الموض نوفمبر سهل موات سهل سهل نعرف سهل 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 فنومين فيولون كما هذو سهل سهل موات احيان هذو كما بابل وده ان 2001 صرف دي نوفمبر الى مغلوش هذو هذو دوك سهل مم مم بريو تصرا بان تصرا كما قلت الارشوف من كليماتيك عنده تأثير مم باش تتكفيه ديراك مرود ديراك ديراك تأثير تاتر ما نخداش نقول حاليا لازم الوقت نجم يتعود الفنومان يتعود عشق وماتي تجري ان يقول بلي فايضانات بالك جفر فايضانات في بعض احيان بعد 30 سنة تور 30 سنة تور ترون بلي كاينا شوش كليماتيك تأثير شوش كليماتيك يجب بالك انضاء يجب دي problem في ما في اكتب في ما نوفم يمكنك ان اعجب بشكل موظفه وبدأه في هذا الوحيد في هذا الوحيد في فضلك الوحيد يمكنك أن نحصل على هذا الوحيد هذا الموظف نعم نفهم من الكلام بالجاة يمكنك أن تكون الكواريت في عددنا نعم هذا الوحيد السبب المناطسة نحن يغتخل يوسف أي سنة فقالت هناك лес المناطسة المناطسة سنة أركض المناطسة الكثير كلها كم يكفي السرق والاقومية على تلك الأرض من المحرمين لكن هذا يدخل أدريك أدريك لكن لا يجعل بالنسابة هذه الشرس لا يمكن ذلك الخاصة ببعاء لكالتران لها لها المترجم للحديث في المناخ سعدي انتما ايضا متابعين تصلوا بنا على 077 77 66 98 وحكونا كيفاش دوستو امس السبت الى اليوم الاحد في ظل تدهور الاحوال الجوية فاصل موسيقي قصير ونعود نولي لكم اذا عودة مجددة لبلاطو انيس حمداش اللوش ربي رحمه معنا خبير المخاطر الكبرى سي عبد الكريم شلغوم اهلا بيك سي عبد الكريم شلغوم الو الو وي بونجور موسيو شلغوم نتعود في ندي المخاطر الكبرى كنش فينا البارح الفائدانات اللي سرت في الجي او دوتر ولاية la question qui se pose او خبيرة لاية للتصالب لام Il faut connaître le risque, puis l'identifier, puis le modéliser, puis le cartographier. Alors avant d'avoir justement un plan d'action, c'est ce qui manque justement à l'Algérie, puisque depuis 2004, vous savez, tout ça a été élaboré, il a été présenté, il a été développé lors de l'élaboration de la loi 0420, qui a été promulguée le 25 décembre 2004, concernant la gestion justement des risques et des catastrophes de grande ampleur naturelle et technologique. Seulement, depuis 2004, il n'y a jamais eu de texte d'application, donc la loi est restée muette. Elle est restée dans les tiroirs, et depuis 2004, ce n'est pas uniquement hier, c'est pratiquement chaque jour que nous subissons les effets des risques majeurs, parce qu'il y a des risques majeurs auxquels est confronté ce pays, et qui sont restés comme ça, dans la nature, et l'Algérie actuellement, elle subit, elle ne fait que subir les effets des risques, et elle ne fait que gérer la catastrophe. Alors, la catastrophe, il ne faut pas la gérer, il faut gérer justement le risque pour réduire la catastrophe. Malheureusement, malgré toutes les conférences que nous avons organisées, et auxquelles nous avons participé, et qui ont été organisées même par les pouvoirs publics, les ministères de souveraineté, pas plus tard qu'il y a six mois, tout est resté figé, et puis voilà, hier on s'est aperçus, ce n'est même pas la peine de faire une enquête, le constat il est parlant, c'est Alger, Orange, Chleffe, Plutôt, Chleffe, Boumerdes, Tizi, Paradisées. Paradisées, Alger la capitale, qui est le miroir du pays, étaient paradisées hier. Les 57 communes étaient inondées, j'avais les pieds dans l'eau, comme on dit. Donc ceci est anormal, ceci est inacceptable, à mon avis, en tant qu'expert des risques. Vous savez, ceci est dû à, il y a plusieurs raisons, parce que depuis 2004, depuis, prenant les inondations de Bab-el-Ouest, le 10 novembre 2001, moi je vous dis que le pays était moins confronté aux catastrophes que maintenant. risque, parce que l'urbanisation qui a été imposée depuis 2000, une urbanisation effrénée, débridée, archaïque, des constructions dans les lits d'Oued, dans les lits mineurs des Oued. Justement, quels sont les risques de ces habitations ? C'est construit. Et ça, les zones inondables, ils me jettent. Donc c'est inacceptable, ça ne peut aller que de mal en pied, parce que maintenant, la problématique qui est posée pour les pouvoirs publics, moi je leur donne, c'est, il faut maintenant une stratégie, comment protéger les infrastructures, les habitations qui ont été érigées, légalement, je ne parle pas des constructions édicites, légalement, dans des zones non édifiquantes, dans des zones, c'est-à-dire non constructibles. Oui, notamment les web. C'est le gros problème de ce pays maintenant. M. Chalron, est-ce que nos villes sont-elles mal construites ? Oui, oui, vous savez, moi c'est mon métier. Oui, La construction, c'est mon métier, le parasismique, tout ce qui est gros ouvrages. Donc, si je prends, malheureusement, c'est une, je suis désolé de faire cette comparaison, avant 1962, les choses étaient bien structurées, les villes, les projets étaient maturés, et puis, vous pouvez visiter, d'ailleurs, vous pouvez promener vous dans le centre d'Alger, le centre originel, Doran, Alger, c'est des centres beaux, c'est des centres qui relèvent maintenant, je pense qu'il faut qu'ils soient protégés par Minsko, ici, vous sortez de ces centres, vous allez vous retrouver dans les cités de Bebzouar, dans les cités de Sorical, dans la nouvelle ville d'Alimenjli à Constantine, qui est une, c'est des horreurs, c'est des horreurs, non seulement des horreurs, du point de vue architectural, mais des horreurs, au point de vue risque, que ce soit inondation, que ce soit sismique, que ce soit les terrains liquéfiables, les terrains qui passent, les terrains qui glissent, voilà, on dirait qu'il n'y avait pas de, il n'y avait pas de gens qui réfléchissaient, totalement sur la problématique technique, avant de lancer, avant de maturer un avant-projet d'un ouvrage. Voilà. M. Schellromb, nous avons vu tous hier, les routes étaient bloquées, une question, est-ce que nos villes, sont-elles adaptées à la mobilité automobile ? Oui, elles adaptées, vous avez une ville, elle est faite, c'est l'urbain, il y a le rural et l'urbain, l'urbain, il est fait pour la ville, pour les voitures, pour tout ce qui est cyclable, et tout ça. Maintenant, on a vu hier, tout était bloqué, parce que les infrastructures, comme je vous ai dit, ont été mal réalisées, elles ont été mal conçues. Vous savez, la première leçon, que je donne à l'université, à mes étudiants, en matière d'infrastructures, je leur dis, d'abord, il faut cartographier le risque, pour la zone, c'est-à-dire, et puis, étudier le ruissellement des eaux, la direction, le flux, après, en fonction, quand vous identifiez ça, quand vous connaissez, il faut connaître le risque, vous allez projeter votre ouvrage, c'est-à-dire, l'ouvrage, la route, ou bien le pont, le viaduc, ou bien le bâtiment, n'importe quoi, c'est ça l'ouvrage. Maintenant, si le risque est occulté, vous venez, vous mettez une autoroute, comme ils ont fait, une route de Wilaya, comme ça, dans un web, vous ne pouvez vous attendre, ça déblocage, dans la moindre intempérie, ça bloque tout, et c'est ce qui s'est passé, ce n'est pas une critique, ça, c'est un constat, voilà, la différence entre une critique, c'est un constat parlant, c'est-à-dire, hier, tous les gens étaient bloqués pendant 6-7 heures, à Alger, dans chaque commune, d'Alger, d'Alger. Monsieur Solerum, selon vous, est-ce que les villes d'Alger, sont-elles trop habitées ? Sont-elles trop ? Habitées ? Oui, enfin, il y a la surpopulation, parce que si vous prenez Alger, Alger, c'est, vous savez, une ville normale, c'est 2 500 habitants au kilomètre carré, Alger, elle dépasse 5 000, donc vous voyez, il y a une surpopulation, donc il y a des besoins en plus, il y a de la circulation en plus, il y a des voitures en plus, il y a de la pollution en plus, tout ça, Ça augmente le risque peut-être ? Pardon ? Ça augmente le risque peut-être ? Bien sûr, ça amplifie, ça amplifie le risque, c'est ce que je l'ai expliqué, donc, et puis le but, comme je vous ai dit, le B.A.B.A., la philosophie de la chose, de la gestion, c'est comment réduire le risque, quand vous réduisez le risque, vous ne pensez pas à la catastrophe, la catastrophe, les effets de la catastrophe seront réduits de 90%, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit perte en vise humaine, que ce soit financier. Donc, si vous investissez dans la gestion du risque, vous investissez un dinar, vous allez gagner 8 dinars ou 9 dinars. Quelle est, à votre avis, la solution urgente aujourd'hui, M. Chalron ? Eh bien, la solution urgente, moi, je n'en ai pas 36 000, j'en ai une seule, c'est les pouvoirs publics doivent réfléchir sérieusement, à cette problématique, et puis, je leur demande, à mon avis, il faut qu'ils mettent en place une commission d'experts escalités, et non pas de bureaucrates, donc les experts en la matière, il y en a, on peut leur donner les noms, s'ils veulent, et puis, c'est les seuls qui seront habilités, avec toutes les prérogatives, voilà, et les responsabilités, et ces gens-là vont faire des plans de protection, des plans de gestion pour chaque risque majeur, et vont proposer des stratégies applicables sur le terrain, et non pas des stratégies philosophiques, le blabla et tout ça, qui, à chaque pluie ou bien à chaque séisme, comme celui de Béjaya, on va courir dans les brancards, et puis, on va commencer à compter nos morts et des dégâts à chaque fois, et voilà. Merci beaucoup, monsieur. Pour votre information, une ville ou un village ou quand vous concevez ça, c'est une âme. D'abord, il faut concevoir l'âme, c'est une âme et un souffle, ce n'est pas un bâtiment héritier comme ça, planté comme un chou, donc c'est une âme et un souffle, donc il faut que ça vive, il faut qu'il y ait de la fonctionnalité, il faut qu'il y ait du plaisir, c'est-à-dire de vivre dans une ville. Là, ce n'est plus du plaisir, c'est vous, vous vous levez le matin stressé, vous rentrez à la maison stressé, à la mi-journée, vous êtes stressé. Oui. Malheureusement. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Abdelkrim Chalroum. Merci d'avoir accepté. Au revoir. Au revoir. Merci. معنا عبد الكريم شلغوم اللي فاهمنا المخاطر اللي فيل سيغابيتي المخاطر تحهم على الفيضانات وعلى الأمطار كي تكون الأمطار غزيرة ويكون بزاف طنوبيلات ويكونوا بزاف طرقان يعني ماشي يمسيق منيتو نروحوا الفاصل موسيقى قصير ونعودوا نولو إذن عودة مجددا للسيديو أنيس حمزة شلوش رحمه الله نقرأوا انكمنتر رستنبوزي يقول exactement que chacun prend ses responsabilités se responsabilise on a des droits et surtout des devoirs les gens devraient changer de mentalité et surtout d'éduquer et tout ايري mieux le problème que personne n'est gêné par la saleté dans cette société جبل تازبل وماشي سامع إذن ونحن هو ويقولنا يهضرنا عزبل لعننا اتصال لرئيس جمعية جثمان متخصصة في حماية البيئة خالد فودي رئيس جمعية اوكسيجين من درغينا درغينا ولاية بجاية أهلا بك خالد أزول نحن خير عليكم ماشي هذا الطابع إيكولوجي طرباوي استثبت في سنة 2016 في بلدية درغينا وتنشط على مستوى وليت بجاية وعلى مستوى القطر الوطني الأهداف تعها هي توعية الشباب تحديات التنمية المستدمة حماية الترى الطبيعي والتاريخي للمنطقة وكذلك دعم تشجيع السياحة الجبالية والفلاحة الإيكولوجية في المنطقة تعنا صافي بليزي خالد فودي البارح سبت تشتافي بجاية كما شفنا وربما دارت نوع من الكوارد تقدر تكون نواج سرا اكزاقتما في بجاية بس كنت كنت تم حاليا عيد طب النو جسي درم ويطب النو يصف دي دي حجم لحا وصباح كنت في بجاية جي كونستطي ك يوجد فهو ومن في بجاية تحجر برية رفي زيني تو لا يوجد كم دي ، كم دي كم دي احمد لله وما ترق أدعنا سفت دي وات دي وات نو خدا نو طب الخجرة يجب أن يكون هناك أشياء في المجتمع المدني وفي البيئة أهمية الحفاظ على البيئة لكي نفادوا هذه الكوارث والله أهم شيء قبل أن نعطيك بعض الإحطائيات فيما يخص الفيادانات في العالم لو سامحتي فهما مهما مضخموش بالذات الأمور لأنه في العالم حاليا حسب الإحطائيات على المرصد العالمي للمناخ أو للطقس يقول لك كين مليار نسماء مهددون يوبيين الفيادانات كين مليار نسماء مهددين تقريبا يوميا لخاطر الفيادانات وكين مئة وعشرين ضحية يوميا من مخاطر الفيادانات نحن نظرك أن يشوفون الجزيرة الحمد لله ويصيرون خطرات في السالة ويكون لدينا زوجة خسارة بالطبع كان يقارنون بالدول الأخرى يشوفون بانجلاديش المنسبة على السكان لأنهم لا يزيدون كل عام لديهم زيادة طبيعية ويكون لديهم زيادة طبيعية تقريبا يوبيين الفياداني المهددين بالذات لذلك نحن نعرف الجزيرة كما تريدون الأكثر قبل مني الجزيرة مهددون عشرة من الأخطار طبيعية ويكون لديهم زيادة طبيعية من الأخطار لديهم زيادة طبيعية لديهم زيادة طبيعية لديهم زيادة طبيعية من الأخطار ترجمة نانسي قنقر 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 نحسن قنقر وليس على المواضيع المحتوى. هذه المنشرة المحتوى الع araسية التنسيقية. سنوات التنسيقية ، سنوات التنسيقية. لماذا نساءthinkة المتفاصيلات المحافظة بالنسبة لذلك. تعتبر الوضع بالنسبة لكي يوجد المحتوى بالنسبة، التي يوجد المحتوى بالنسبة or بطريق و منها. تحسون de امام في البحر والدينة ، azon نعم. ما تروني؟ لا أعطلتمنى أنها تروني. لذالك كالدينة في القزار معاً نعم في القزار أو البحرية. كما كنت تقول بليل جزائر مو هذا داب عشر كوارث؟ يأتينا كما أنهم سوف تقوم بحضورة كوارثة. لكنهم سيكون أكثر. لذلك يجب أن يتقوم بشكل عقل الريس. لذلك يجب أن يكون هناك فقافة على تجهزة ريس. تسيير الأزامات. فساءة فساءة خلالة لتخيل فقط هنا نحضر احدى العامل الوظيفة انتو مفل جمعيتاكم كيف تشعرون المواطن وشهم المواطنين طعم هذه الأساسية پرمي الأساسيات تشعر الإنضاء في الاجئرين لثثانيين والشهد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر قنقر نانسي قنقر 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 نانسي قنقر